سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونكلم على رموض اعطاء الغسال السامسونج وازاي تقدر التعامل معها ومعنى كل عطلة اول عطلة معنا دي سي سري دوت مشكلة في فتح الباب الترقائي اما فتحنا الباب او الباب مش مقفول كويس اه في غسالة الصحون اه او مشكلة في اه ضفيرة الاسلاك او مشكلة في لق الباب لق الباب بيكون محتاج تغيير وغالبا هو ده اكتر سبب لق الباب بيكون تالف. اه عطل اي اي ستة او اي سي ستة ده مشكلة في اتصال محرك مضخط التدوير اه في غسالة الصحون اه يعني ان الجهاز غير قادر على اكتشاف محرك مضخط التدوير وممكن يكون مسدود او محتاج سيانة او محتاج المحرك اه محرك المضخط التدوير اللي هو بتاع المرشاط ممكن يكون تالف. اه او سي او اي وسي فايف وي اي فايف ده خطأ مضخط التصريف طبعا اه بننظف الفلتر كويس جدا. وهي نتأكد ان مضخط التصريف مش مسدودة ببقايا طعام او اي حاجة. ونرجع نشغل الغسالة. لو نفس العطل ممكن يكون مضخط التصريف او التوصلات بتاعتها محتاجة تغييره. طبعا بنقسة قبل ما نغيرها ونتأكد من ان هي شغالة او لا. عطل او اي اي خطأ محرك مروحة التكفيف. لما يزهر العطل دوت بيكون المطور بتاع مروحة التكفيف هو اللي فيه مشكلة. نتأكد برضو من توصلاته. وفيش اي سادد او فيها حاجة من عامل الدوران. اه والتوصلات بتاعته وممكن يكون المحرك نفسه هو. عطل سري سي. ده مشكلة خطأ محرك التدوير ان احنا اتكلمنا عنه برضو. اه لا تستطيع مضخط الدوران. لا تستطيع تشغيل مضخط الدوران. عطل سي وان او تسعة. او اي وان. خطأ في امداد الجهد القرابي. اه يشير هذا الخطأ ان الغسالة لا تتلقى ما يكفي من الطاقة القهربائية. ممكن يكون اه الكهرباء ضعيفة عندنا او في مشكلة في اه الكهرباء عموما او في مشكلة في الغسالة نفسها او اللي هي روحة التحكم. فبنفصل الغسالة ونرجع نشغلها في وقت تاني. عطل بي سي تو او بي اي تو. اه تم اضغط على احد الازرر لمدة تلاتين سانية بيكون في زر معلق من الازرر. طبعا ما نتأكد ان ما فيش اي زر معلقة وممكن يكون من البخار او اه رطوبة سببت ان في اه مية وصلت للاح الالكترونية طبعا من النشيف كويس ونرجع نشغلها تاني. نفصلها من قربة ونرجع نشغلها تاني. عطل لسي او اللي اي ده خطأ تسريب المية طبعا الغسالة مزودة باة مستشعر او حساس واو لو في اي تسريب ويكون موجود في اعدد الغسالة من تحت. لو في اي تسريب في الغسالة فيحصل المشكلة ديات وتصريب دوت ممكن يكون الحساس التالف لو مفيش مية او لو في مي بني 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 تأكد من القراطيم او ما دخل تصريب تكون مكسورة او وقرطوم مقطوع هو مسبب تسريب الماء عطل H-C أو H-E مشكلة في السخانة غسلة الصحون ممكن يكون تالف أو الحساس أو مشكلة في التوصلات نتأكمل من التوصلات ونتأكمل اللوحة الإلكترونية موصلة بالسخان B-E و B-C خطأ موزع الماء هذا هو سببه مشكلة بين الرشاش العلوي اللي هو موزع الماء اللي بيوصل بين الرشاش العلوي والرشاش الصفلي فيه مشكلة يأما الموزع تالف أو الأطباق أو في حاجة منعة من المرشات من الدوران أو طبعا ممكن تكون الفتحات بتاعتها محتاجة تنظيف C-E خطأ صمام دخول الماء طبعا نتأكد ان الماء موجودة لأول ونتأكد انها مش ضعيفة ونفصل الماء ونفتح فلتر مصفات دخول الماء ونضف المصفات اللي بداخله جدا ونرجع نتأكد الماء قوية لو كل حاجة شغالة ممكن يكون مشكلة في صمام دخول الماء تالف حطلة T-C أو T-E ده مشكلة فيه خطأ حساس السخان الحساس بتاع السخان محتاج تنظيف أو التوصلات بتاعتهم قطوع أو سكت أو أي حاجة أو غالبا ممكن يكون الحساس بتاع السخان أو محتاج تغيير A-C أو E-E ده مشكلة بين الاتصال بين لوحة اللوحة الإلكترونية الرئاسية ولوحة التحكم اللي هي اللمس أو التوتش بتاع الغسالة أو غسلة الصحون لو ظهر العطل ده بيكون فيه مشكلة بين الاتصال ممكن يكون أسلاك مقطع أو لوحة من الاتنين طبعا حد متخص لازم يفحصها من الاتنين اللوحة الرئاسية أو التوتش محتاج تغيير